تطرق رئيس الدفاع الإسرائيلي إلى الفيلم المصور والذي وثق من قبل مركز بتسالم لحقوق الإنسان في قرية نعلين غربي الضفة وذلك حين قام جد إسرائيلي بإطلاق رصاصة فولاذية مغطاب المطاط على المعتقل من مسافة قريبة جدا وقد تم إطلاق النار خلال وجود عدد من عناصر قوات الأمن وبضمنهم ضابط برتبة كولونيل الذي كان يمسك بذراع الفلسطيني عندما أطلق جند النار عليه והאירוע שנחשף אתמול באחר הצהריים שבו חייל ירה מטווח כמעט אפס כדור גומי אל פלסטיני קפוט זה אירוע חריג ופסול שאיננו מייצג לא את צהל ולא את הרחב צהל יתחקר את האירוע, יפיק את הלקחים וימצא את הדין עם האחראים وقد تم تصوير الفلم من قبل فتاة فلسطينية من سكان نعلين من شباك بيتها في القرية وتم تسليمه لبيتسالم أمس وقد قامت بتحويله إلى شرطة التحقيقات العسكرية وطالبت بفتح تحقيق فوري من قبل الشرطة וכן נראות what to do and we will find out how to implement the conclusions.